اهلا بكم في قناة نوفا كروشي والنهاردة هنعمل مع بعض السليبر ده ده السليبر رجالي مقاس 43 هنفزه مع بعض هنشوف هنحتاج مع بعض ايه عشان نعمل السليبر ده هنجيب خيط قسود وخيط ابيض هحتاج ماركات هحتاج ابرة معاس تلاتة وابرة معاس اتنين ونصف الابر دي المونير ابرة تنظيف زرار مص وهاحتاج للابيس اثبت بيها القطعة اللي موجودة من فوق وهحتاج جلد زي كده مخرم او ممكن نجيب اللي هو فرش الشوزات ونخرمه طبعا نخرمه بايه هنخرمه بالخرامة بتاعة الشوزات ده هنركبه في القاعش بتاع الشغل كده مع بعض عشان يدي متانة للقاع وما يهلكش بصعب هنبدأ مع بعض ونشوف هنشتغل ازيه هنبدأ مع بعض النعل الاول والنعل هبدأ بالابرة رقم تلاتة والخيط لسوي طيب قبل ما نبدأ نحدد المقاس ازاي انا عندي المقاس بتاعي كل مقاس تلاتة واربعين تلاتة واربعين عامل معي تمانية وعشرين سنتي طول نعل الشوز بتاع الشوزة رجالي لما تقسيها بالمزور هتديك تمانية وعشرين سنتي مقاس تلاتة واربعين هنعمل ايه هنطرح من تمانية وعشرين سنتي عشرة هيديني تمنتاشر هبدأ بالشغل بتاعي بطول تمنتاشر سنتي واي ما يسبق لو ستة وعشرين سنتي هتبقى ستتاشر لو اربعة وعشرين هتبقى اربعتاشر وهكذا بشير من الاصل عشرة وابدأ معك دلوقتي انا هعمل كم سلسلة هعمل ستة وتلاتين سلسلة ستة وتلاتين سلسلة هادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة خداشر اتناشر تلاتاشر اعتاشر خمستاشر ستاشر سبعة تسعة عشرة هذه اتنين تلاتية اتنين تلاتة وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين خمسة وتلاتين ستة وتلاتين. انا كده عملت الستة وتلاتين سلسلة بتوعي. اه حب اوضح ان احنا لما هنيجي نعمل السليبر يفضل ان العدد العمدان او عدد الغرز بتاعتي يكون عدد زوجي. علشان خاطر احنا واحنا شغالين هنقسم الشغل. فلما هيبع عدد زوجي هيبع سهل في الاسماء. هنا انا عملت الستة وتلاتين غرزة او غرزة سلسلة. على اساس اني هاخد منهم اتنين ارتفاع. وهبدأ في الغرزة رقم اربعة وتلاتين وعمل عمود. وهبدأ اعمل في الاربعة وتلاتين سلسلة. اربعة وتلاتين غرزة عمود. عمود بلفة. اربعة وتلاتين غرزة عمود بلفة. هادي التاني. تالت. اربعة. 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 ستة. اكمل السطر بتاعي اللي هم الاربعة وتلاتين غرزة. وارجع لكم. نشوف هنعمل الكيرف بتاعي ازال. عملنا مع بعض السطر اهو. عدينا الغرز بتاعتنا دي. طلعت معنا الاربعة وتلاتين غرزة كده العدد بتاعي مزبوط. هاجي هنا بقى في الكيرف ده. وهعمل تلات عمدان. تلات عمدان بلفة في نفس الغرزة اللي فيها اخر عمود. هادي اول واحد. واحط. علامة لنفسي عشان متوش. هادي العلامة. هادي اول عمود. هادي التاني. هادي تالت عمود. كده يبا انا عملت هنا الكيرف بتاعي تلات عمدان. من رأس العمود رقم اربعة وتلاتين. واكمل الناحية الجنب الثاني زي الاولاني بالزبط. طبعا هاخد الفتلة بتاعتي دي في وسط الشغلة عشان اشتغل عليها. اخفيها مع الشغل. هادي. وخلي بالي اعد العمدان بتاعتي. هادي عمود. اتنين. تلاتة. وهكزا لحد ما وصل لحد راس السطر من الناحية التانية. اخلصوا معاكم. اخلصوا الناحية دي الحد هنا وارجع لكم. كده عملنا الناحية التانية الجنب التاني اللي هو اربعة وتلاتين غرزة وياريت نعد الغرز بتاعيتنا عشان ما ما نفوتش منهم غرزة. وهنعمل زي ما عملنا في الجنب ده تلات عمدان. هنعمل هنا برضو تلات عمدان. هدي اول واحد. وبرضه احط المرك بتاعي. علشان ما اغلطش. وايجي اعمل العمود التاني. العمود التالت. وايجي اقفل الشغل بتاعي. في الاخر. انا هنا عاملة سلاسل ارتفاع. هاعتبرها مش موجودة. وهبدأ اقفل في العمود الاول. راس العمود الاولين. اهو. الارتفاع انا بتجاهله. وبقفل في العمود الاولين. بغرزة منزرق. تمام? هاجي ابدأ السطر اللي بعد كده. السطر اللي بعد كده انا هقسم الشغل بتاعي. هقسم الشغل بتاعي. نبصين. طبعا انا عاملة اربعة وتلاتين غرزة. نصهم هيبقوا سبعتاشر غرزة. النص هيبقى سبعتاشر غرزة. فانا هاجي هنا. ادي واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناسش تارتاش وبرش بقاشر خم황ة سWhiteY7 واحط المركب تاعي. والناحية التانية برضو. هعد سب survivedاشر بس بعد اتلاتة اللي هم هي من اصل غرزة واحدة ما ليش عبيهم. هعد من هنا عدى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشرbeing اتناشر. تلاتةاش وبرعتاشر ونصصت سبعتاشر. واخط المرك بتاعي. كده انا عسمت الشغل بتاعي لنصين. تمام? نبدأ نكمل مع بعض. هعمل تلاتة سلسلة ارتفاع. وهاجي هنا في النص اللي وراء. النص الوراء ده الكعب بتاعي الشوزة بتاعتي. النص اللي قدام ده وش الشوزة بتاعتي. فالكعب بتاعي انا هشتغله بغرزة نص عمود. والنص القداماني بتاعي الشوزة هشتغله بغرزة العمودة بولف. نبدأ مع بعض. اهي ادي اول غرزة عندي. ادي واحد. سوريجي مع سنيح ده. هرتفع سلسلتين اتنين بس. وهاخش اعمل اول غرزة نص عمود. ادي الثانية. والتالتة. الربعة. ادي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. انا حطى ماركة اه بس برضو بعد الغرز بتاعتي. عشان ما غلطش. هادي كده السبعة عشر غرزة بتوعي الاولانين. هشتغلهم بغرزة النص عمود. والسبعة عشر التانيين. هشتغلهم بغرزة العمود اللي بلاف. تمام. ايهو. هادي كده اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتنشر بعتاش ستتاشر وادي السبعتاشر بتاعتي. ورجع الماركة بتاعي. عشان ما غلطش. وابدأ في الغرزة العمود اللي بلاف. هدي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. حمسة. واكمل كده لحد الغرزة رقم سبعتاشر. وطبعا زي ما احنا عارفين ده ما ينفعش يتعمل بخط رفايع قوي. ده عايز خيط متوسط الصمك. عشان يديني شكل كويس. مبقاش خفيف. انا هنا يا جماعة بشتغلوا بغوية خط عندي. انت تقدر تشتري الخط اللي نسبك. وتشتغلي بيه. اي خط صوف. تقدري تعملي بيه اللي انت عايزة. اي لون يعني هنا هنا عشان غالة ابيض واسود انت تقدر تلوني زي ما انت عايزة. كده دول العمدان بتوعي. اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر بعطا ستة سبعتاشر عمود. تمام. جيت لمين? جيت ثلاثة اللي انا عملتهم في الكيرو. هعمل ايه? هعمل في كل غرزة اتنين عمود بلف. ادي واحدة. ما حبت العلامة عشان ما تقوش. اتنين. ادي الغرزة الاولى. الغرزة التانية. ادي واحد. اتنين. الغرزة تلتة واحد. اتنين. كده التلاتة بقيوا ستة. التلاتة اللي في الكيرو عملت في كل واحدة اتنين بقيوا ستة. واجي بعد كده اكمل لحد المارك العلامة هنا السبعتاشر غرزة عمود بلف. ادي اول غرزة. الغرزة التانية. ثلاثة. ادي اربعة. خمسة. هعد كده اكمل لحد السبعتاشر عمود بلفة. تمام. اوصل لعلامة المارك بتاعي. كده عملنا السبعتاشر عمود اللي بلفة اللي هو باقي الناحية دي. جيت للعلامة بتاعتي اشيل المارك. وابدأ اعمل النص عمود. وهحط المارك بتاعي تاني عشان ما انساش انا فيه. وابدأ اعمل السبعتاشر. غرزة عمود. الثانيين. وزي ما عملت قدام انا هعمل وراء. انا في الوش الشو زي ما قدام الثلاث عمدان بتوعي. عملت في كل واحدة. عالتنين. بقيوا. تلاتة بقيوا ستة. اللي هو الدوران اللي من قدام. نفس الفكرة في الدوران الخلفي. هعمل في كل غرزة نص عمود. هعمل اتنين نص عمود. هيبقى عندي ست غرز. هيبقى كده ست غرز نص عمود في الدوران الخلفي. كده ناكد عليهم هو. هدي هو اتنين. ستة. تمانية. عشرة. عشرة. ستة. سبعتاشر. مزبوط. هشيل المارك. وهاعمل. هدي اول واحدة في التلاتة. اول نص عمود. واحط المارك بتاعي. هدي تاني غرزة نص عمود. هدي كده اتنين. الغرزة اللي جان بيها اعمل فيها اتنين. الغرزة اللي جان بيها. هعمل فيها اتنين. كده اصبحوا ست غرز. وهتجاهل الارتفاع كالعادة. وهخش في اول غرزة نص عمود عندي. وهعمل منزلقة واقفل السطر بتاعي. تمام? هعمل ايه تاني. السطر التالت. انا كده اعملت السطر الاول بتاعي. كله عمدان. بلفة. السطر التاني. هسمت الشوزة النص القدام. والنص الوراء اللي هو الكعب. عملت الكعب بنص عمود. وعملت اللي قدام بعمود بلفة. هعمل سطر تاني. نص عمود للكعب. وعمود بلفة. لمين? للنص الاولاني. وهنا في الكيرف عندي انا عملت الست. التلات عمدان الاولانين اللي انا عملتهم. عملت اتنين في واحد فبيو ستة. وعملت هنا برضو في التلاتة اتنين في واحد بيو ستة. هعمل نفس الحركة اتنين في واحد فالستة عمدان عندي هيبقوا اتناشر عمود من النحيتين. اتناشر عمود من قدام واتناشر نص عمود من ورا. ده السطر التاني. التالي اللي هو التالت سطر عندي. هبدأ ادي اول سلسلتين. واشتغل عادي جدا. ادي اول قرضة نص عمود. وابدأ اكمل السطر لنهايته. زي ما شرحنا مع بعض. على النص عمود نص عمود. وعلى العمود عمود. وفي الدوران هنا وهنا هعمل عليك ستة اتنين في واحد هيبقوا اتناشر وورا اتنين في ورزة يعني هيبقوا اتناشر واحدة. هكمل السطر الاخر وارجع له. كده احنا عملنا السطر التالت زي ما قلنا النص اللي ورا نص عمود ونص اللي قدام عمود بلفة. عملنا في الكربة هنا اتنين في غرزة اتناشر وهنا اتنين في غرزة بيه اتناشر. فانا مش هحتاج الماركات دي دلوقتي هشيلها. هشيل الاتنين. الاتنين اللي في الجناب بس. لان السطر الاخير بتاعت كعب بتاعي انا هعمله كله عمود بلفة. وهبدأ السطر. ادي الارتفاع. ثلاث سلاسل عشان دي عمود. وهبدأ السطر بتاعي. عمود بلفة. فان هعمل السطر من الاول لحد المارك عمود بلفة. وهاجي هنا في الكرب. هنعمله مع بعض لشان ليه طريقة معينة هنمشي بيها. لكن من اول السطر لحد المارك. فانا هعمل اعمود بلفة. وارجع لوق. وصلنا لحد علامة المارك بتاعتي. هعمل ايه? انشيل المارك. ونعد مع بعض. ادي اتنين اربعة ستة. وامعلمة في الغرزة اللي بعديها. هقسم الدوران ده ستة وستة. هقسم الدوران ستة وستة. وابدأ اعمل ايه? اول غرزة عندي هتبقى عمودين. في عمود نفس الغرزة عمودين اهي. واجي اللي بعديها عمود واحد. اللي بعديها عمودين. في غرزة واحدة. انا كده مشيتها اتنين في غرزة. واحد في غرزة. اتنين في غرزة وهيبقى واحد في غرزة. واجي اللي بعديها. اتنين في نفس الغرزة. واجي هنا اعمل عمود واحد في الغرزة دي. هاجي اشيل المرك. وهاكس. هامل عمود في العمود. وبعد كده اعمل اتنين في العمود. انا اخدت اول ست غرزة عندي. وبرعا عمود 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 عمود. اول عمود 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 اي دي عمود. عملنا اتنين وعمود وهنا اخر حاجة هتبقى عمودين في عمود. اخر حاجة هتبقى عمودين في عمود. وكده هيبقوا 18 عمود. كده دوران بتاعي هيبقى 18 عمود. عملت اتنين عمود اتنين عمود اتنين عمود وبعدين عمود اتنين عمود اتنين عمود اتنين. هاخد من اول كيرف ده لحد العلامة دي عمود بلفة. وارجع لكم تاني نعمل مع بعض الكيرف الاخير. خلصنا الجنب كل عمود بلفة. ودلوقتي يجينا للمارك. هنشيله. ونعمل زي ما عملنا في اللي فات. ادي غرزتين اربعة ست غرز. احط المارك بتاعي. وابدأ. اول واحدة هامل عمودين في نفس الغرزة. التانية هامل عمود. التالتة هامل عمودين في نفس الغرزة. الرابعة هامل عمود. عمودين في نفس الغرزة. اخر واحدة هامل عمود. واشيل المارك. هاجي اعمل اول واحدة في الستة الثانيين عمود. التانية عمودين في عمود. اللي بعديها عمود. عمودين في عمود. عمودين في عمود. في اخر واحدة هتبقى عمودين. عمود. وهقفل في رأس العمود بتاعي هنا. بتجاهل الارتفاع وبقفل في رأس العمود بمنزلط. وبكده اكون خلصت الار بتاع الشوزة بتاعتي وزي ما قلنا. انا ببدأ شغلي لو هو طوله تمانية وعشرين. انا ببدأ بطمانتاشر. السطر الاول بالنسبة لي عمود بلفة كامل. والكيرف هنا تلات عمدان في غرزة واحدة. وهنا تلات عمدان في غرزة واحدة. السطر التاني والتالت النص الخلفي. غرزة نص عمود. النص الامامي غرزة عمود بلفة. وبعمل اتنين في واحد في الكيرف هنا. بيبقوا التلاتة ستة والستة بيبقوا اتناشر. اخر سطر باخده كله عمود بلفة. وباجي في الكيرف هنا بعمل آآ عمود عمودين في غرزة وعمود في غرزة. عمودين في غرزة وعمود في غرزة. ده النص الاول. يعني بيجي عندي هنا بترسي على عمود واحد. ببدأ النص التاني بعمود عمودين. عمود عمودين عشان يبقى البداية بعمودين والنهاية بعمودين. زي ما بعمل فوق. بعمل تحت. ويبقى كده الاعر بتاعي سليبر بتاعي خلص. وهنشوف دلوقتي انا عمي بقادي غرزة الامام بتاعتي. لازم حتى لو انا شغالة بخيط لون واحد لازم افصل الاعر عن الوش. وهنشوف دلوقتي هنعمل الوش ازاي. ودلوقتي هنبدأ نعمل الوش بتاعنا. وانا هعمل ايه في الوش افل الار بتاعي هقسمه نصين كده. وهاجي هنا في النص. اهي. ايدي الشغل بتاعي. النص بتاعي الشغل بتاعي اهو. هدخل في حرف الغرزة. الحرف بتاع الغرزة. الغرزة الليها حرفين هم. هناخشي في حرف الفواني. وهشتغل بالابرة اتنين ونص. وابدأ اركب الخيط الابيض بتاعي اهو. وهعمل سلسلتين. ولف. وابدأ اشتغل السطر كله فيه في حرف الغرزة. وهعمل نصف عمود. هعمل نصف عمود. هحط الفاتلة بتاعتي كده عشان اشتغل عليها. هعمل الحرف كامل غرزة نصف عمود. الحرف كامل بالنسبالي هنا غرزة نصف عمود. السطر الكامل بتاعي هعملو غرزة نصف عمود. طبعا انا سواء عملت بلونين او بلون واحد انا باجي في نهاية الرقعة واقص الخيط بتاعي عشان بداية السطر الجديد بتبقى في منتصف الكعب. في منتصف الكعب. وهعمل السطر كامل كده. هلفه كامل. نصف عمود من غير ما هعمل لا تزايد ولا تناقص هنا او هنا. انا هشتغل كامل الدوران كامل غرزة نصف عمود. وارجع لكم. وصلنا لاخر السطر بتاعنا. نقفل السطر بتاعي في بتاية الغرزة الاولى. وبتجاهل السلاسل الارتفاع. تمام? هاجب علي كده اقسم الشغل بتاعي نصفين. زي ما انتو شايفة كده. هقسم نصفين. طبعا مش هقعد عد الغرزة زي ما كنت بعدي في النعف. وهحطها بالتقريب كده. في النص. ادي اول مارك. وهنا الاعلامة هنا برضو. في النص. كده انا اسمت الشغل بتاعي نصين. فبقى عندي النص الخلفي والنص الامامي. هعمل ايه بعد الوقتي? شغلي كله اللي جاي هيبقى النص الخلفي هشتغله بالغرزة النص عمود. النص الامامي هشتغله غرزة حشو. لان دائما وابدا الكعب من ورا بيبقى اطول او اعلى من الوش قدام. فالوش قدام عندي هشتغله بغرز حشو. والخلف عندي هشتغله بغرزة النص عمود. هشتغل تلت تسطر بنفس الطريقة. تلت سطور. النص اللي قدام عني حشو والنص الخلفي غرزة النص عمود. نبدأ مع بعض ادي غرزتين ارتفاع وابدأ. ادي النص الخلفي قلنا بغرزة النص عمود. والنص الامامي هيبقى بغرز حشو. هكمل الجزء اللي يخص النص الخلفي اللي هو النص عمود. واوصل للمارك وارجع لكم. كده احنا عملنا لحد ما وصلنا للمارك دي كلها غرز نص عمود. هشيل المارك وابدأ اعمل غرزة الحشو. ابدأ اعمل النص الامامي كله غرز حشو. بس هحط برضو المارك بتاعي اعلم ما بين النص عمود والحشو عشان ما اطلق بطش. واكمل باقي السطر حشو عادية. احب اقولك انك لو انتي عايزة تعلي الوش من قدام شوية تقدري تعملي اول وتاني سطر بالنص عمود كامل. وبعد كده تقسمي شغلك بالنص الامامي حشو والنص الخلفي غرزة النص عمود. لو انتي حابة تعلي الوش اللي هو بتاع السليبر من قدامه. لكن لو انتي مش عايزة تعلي زيادة عن اللزوم تقدري تعملي سطر واحد غرز بنص عمود. والسطرين او الثلاث سطور اللي هنعملهم مع بعض. نصهم حشو من قدام والنص الخلفي نص عمود. هكمل معاكو انا الحشو ده لحد ما وصل لعلامة المارك التانية. وارجع لكم. كده انا وصلت للمارك التاني. وانا كده اعملت بدأت بنص عمود لحد المارك الاولاني. واخدت من المارك الاولاني الدوران كامل لحد التاني نص. هنا النص عمود هنا الحشو. كده اخدنا الدوران كامل حشو. هشيل المارك واكمل بغرزة النص عمود. طبعا انا هحط المارك تاني عشان مع ايه نطلخ بطش. الشغل بتاعي. هكمل النص عمود بتاعي لحد ما اوصل لنهاية السطر. يبقى كده عندي النص الخلفي للشغل معمول بغرز النص عمود. والنص الامامي للشغل هيبقى معمول بغرزة الحشو. طيب انا هشتغل بالوضع ده لحد قد ايه? انا عملت السطر الاولاني كامل نص عمود. اسمت الشغل بتاعي نصين نص امامي بحشو ونص خلفي بنص عمود. هعمل نص امامي ونص خلفي عبارة عن ثلاث سطور. السطر اللي انا اشتغلته دلوقتي معاكم اللي هو التاني. والتالت والرابع هعملهم بنفس الطريقة. السطر التالت والرابع هعملهم بنفس الطريقة اللي هو غرزة المص عمود من وراء والحشو من قدام. وطبعا لما باجي اقفل السطر بتاعي بتجاهل الثلاث سلاسل او السلسلتين الارتفاع. سلاسل الارتفاع عموما بتجاهلها. وبقفل السطر بتاعي في اول غرزة انا اشتغلتها. ادي الارتفاع بتاعها تجاهل الارتفاع وهخش بالغرزة اهي. وهقفل السطر بتاعي. كده اهو. فانا هكمل السطرين التانين اللي هو التالت والرابع بنفس الطريقة اللي هو من وراء هنص عموده من قدام حشو. وارجع لكم ونكمل مع بعض السلسل. كده احنا وصلنا للسطر الرابع. زي ما شرحنا وقلنا الخلف كله كان بنص عمود والامام بغرزة الحشو. السطر الاخير الخامس هو عبارة عن تناقص للدوران كله بغرزة الحشو. نشوف هنعملها ازاي. هرتفع سلسلة واحدة. وادخل في اول غرزة حشو. اسحب وما كملهاش. التانية اسحب وما كملهاش. تلاتة عندي على ايه? دي الارتفاع بتاعي ودول اللي اتنين حشو بتويل. هسحب واخدهم في غرزة واحدة. دي اول غرزة. التانية هعمل حشو عادية جدا. الغرزة اللي بعديها. هاخد اللي اتنين. في غرزة واحدة. تناقص. اللي بعديها. حشو. اللي اتنين اللي بعديها تناقص. بالطريقة دي. هفضل اكمل الدوران كامل لحد ما وصل الاخر بنفس الطريقة. غرزة. غرزتين في غرزة. اللي هو تناقص يعني. وهكزا لحد نهاية السطر. لان السطر ده كامل يبقى حشو تناقص. حشو بالتناقص. يعني ايه قلنا? يعني غرزة حشو عادية في غرزة. واخد الغرزتين التانين. باخدها على الابرة. ما بكملهاش. بطلع بيها. واخد الاتنين في غرزة واحدة. تناقص. اكمل السطر. وارجع لكم. وصلنا لنهاية السطر بتاعنا. هنقفل في الغرزة اللي بدعنا بيها. هو دي الارتفاع بتاعي. اللي هي غرزة الامان. كده. هكون خلصت الجناب كلها اللي هي دي. تمام? ويبقى فضلنا الوش. ومع الوش القطعة اللي من فوق بالزراف. فهنبدأ مع بعض الوش. هعمل ثمان سلاسل. عملت ثمان سلاسل. اتنين اربعة ستة تمانية. اخد واحدة ارتفاع. وابدأ اشتغل حشو. السطر كله حشو. هبقى عندي تمانية حشو. ثمان غرز حشو. وهبدأ اعمل تزايد. من على الجنبين. كده اعملت الثمانية الحشو. هعمل غرزة ارتفاع. وابدأ. هنا هعمل اتنين. تحاول غرزة. تمام? واكمل الباقي غرز عادية. اخر غرزة عندي هعمل فيها غرزتين. اخر غرزة هعمل فيها غرزتين. كده تمانية بيقيت عشرة. ارتفع. وابدأ. الغرزة الاولى هعمل فيها غرزتين. وبعد كده هعمل غرزة واحدة. لحد نهاية السطر. غرزة واحدة لنهاية السطر. واجف اخر غرزة عندي. هعمل غرزتين. كده بقيت ايه? ثمانية عشرة اتناشر. هلف واكمل. اتنين في اول غرزة. واكمل الباقي غرز عادية. عشان انا بعمل تزايد على الجنبين. واكمل لحد نهاية السطر. اخر غرزة عندي هعمل فيها غرزتين حشو. واطلع. ويبقى انا كده عندي اتنين. هبدأت بتمانية. زودت اتنين بيقى عشرة. زودت اتنين اتناشر. زودت اتنين بيقى اربعتاشر. وهو ده المقاس اللي انا هحتاجه. اهو. عشان هبدأ اقيس هنا كده اهو. اقيس دي كده اهي. لقيت نفسي كده. وصلت للمقاس اللي انا محتاجه. مش هزود تاني بعد. هكمل على المقاس ده. عادي جدا. فكل غرزة. غرزة. مش هزود تاني. هشتغل على هذا النهج كده. المقاس اللي انا اخدته ده. اللي هو مقاس وسع الوش بتاعي. لحد ماوصل للارتفاع او للطول اللي انا عايزه. لحد ماوصل للطول اللي انا محتاجه. كده نفس الطريقة. اهي. اهو. كده. هفضل شغال لحد مايجي لحد هده. طبعا الطول ده بالتقيب حوالي اتناشر سنتي. او اقيسه بالمزورة مفيش مشكلة. فهشتغل لحد ماوصل هنا وارجع لكم تاني. نشوف هنعمل ايه? وصلنا مع بعض لطول اتناشر سنتي. هنعمل سطرين تناقص. سطرين تناقص. بالشغل. للي بيحبوا يشتغلوا بعدد الاسطر. انا اشتغلت عشرين سطر. بدأت بتمانية حشو. بعدين تزايدت العشرة واثناشر اربعتاشر ووقفت الحد هنا. وبعد كده كملت للسطر العشرين على عدد اربعتاشر غرزة. هاجي اتناقص لاثناشر غرزة. هاخد الغرزة الاولى والتانية مع بعض. فغرزة واحدة. واكمل السطر. لحد ما اوصل لاخر غرزتين في السطر. اخر غرزتين. هاخدهم في غرزة واحدة. كده انا تناقصت بقى محيط السطر عندي اتناشر غرزة. واعمل عليه سطر تاني. كده يا جمالي الطول عندي هيبقى حوالي من تلاتاشر لاربعتاشر سنتي حسب نوع الخيط. وحسن سماكة الخيط. يعني تلاتاشر سنتي ماشية اربعتاشر سنتي ما بيش مشكلة. اتنين وعشرين سطر. اتنين وعشرين سطر. اتنين وعشرين سطر. عايزة اعمل سطر تاني زيادة في الاثناشر. غرزة. يعني انا سطر تناقصت من الاربعتاشر بيت اتناشر. عملت في سطر اتناشر غرزة. عايزة اعمل سطر تاني ماشية. يعني مش عايزة براحتي. اساس طول اللسان عندي هسمي ناسيلي. انا هستكفى بدون وهامل الشغل بتاني. طيب الخيوط اللي هي دي كده هنضفها مع بعض. هبص الاول فين عدلت الشغل بتاعتي. دي عدلت الشغل بتاعتي. اللي فيها حرف السلسلة بتاعت اول سطر عندي. دي العدلت. عفوا. بدخل من وراء. في الخيوط بتاعتي. وادخل طرف الخيط لجوة. ادخل وادككه بين الغرز. بين الغرز كده على الاساس ايه? ما يظهرش. تمام. كده. ادي العدلة. ادي الخيطة لما عملتها من ورا. هاجي هنا برضو. على القلبة برضو. وابدأ اخش من ورا واسحب الخيط بتاعي. وادككه في الغرز بنفس الطريقة. ملاحظين ان في تغيير في الخيط ده يا جماعة بسبب ان الخيط عندي. لان انا من البداية قلت ان انا شغلت بواية خيط عندي. فالخيطة ما كملتش كملتها بنفس اللون من نوع تاني. مفيش مشكلة. بس انت علشان تعمليه وما حصلش عندك اي عجز في الخيط. انت هتحتاجي شلت خيط واحدة بس تكون ميت جرام. شلت خيط. النوع اللي تختريه. تكون ساميكة او متوسطة السمك. وتكون ميت جرام. مش هتحتاجي اكتر من الميت جرام. ده بالنسبة للوش بتاعي. بالنسبة هنا برضو. هخش ادخل الخيط من جوه. اللي هو تنظيف. سواء عايزة تدكيك خيطك ده بابرز التنظيف ماشي. بالابرة زي حالتي كده مفيش مشكلة. اللي يعجبك واللي يريحك. الحاجة اللي تريحك اشتغل ايه. طيب. دلوقتي هنعمل ايه? عايزين نركب الوش في الشغل بتاعي. هاعمل ايه? قبل ما اركبه انا عايزة اعمل حرف هنا باللون الاسود زي واق. يديني الشكل اللي هو هنا اهو. الحرف ده. انا عايزة اعمل نفس الحرف هنا. هجيب الخيطة الصودة. وهاجي من عند التنقص بتاعي هنا. وهدخل في عدلة الشغل. واعمل حاجة اسمها غرزة الحشو المعكوسة. يعني انا دايما ببدأ شغلي من هنا. اشتغل الحشو العادية كده. لا انا اشتغل بالعكس. حشو بالعكس. اشتغل الحشو بالعكس. تمام. احط فتلتي كده برضو اشتغل عليها. هاخش في اي بقى فراغات عندي. لشان اعمل حشو. تمام. هسحب واطلع. عادي جدا. واعمل غرزة الحشو. راحزة. تمام? هاجي اخش في اللي جنبي. هسحب وهطلع. هعمل حشوها بالمعكوس. انا كده شغلي بيت. بالمعكوس. هاجي هنا. انا هنا كنت بوجد لنفسي ما اماكن هادخل فيها. لاني ده حرف. هنا هاخش في كل غرزة حشو. هعمل حشو بالمعكوس. اسمها الحشو والمعكوس. تمام? هادي غرزة الحشو المعكوسة. اهي. واكمل. للاخر. عشان اعمل حرف. شكله. يطلع حلو. وشيك. يعمل هيدي منظر شيك للشول بتاعي. اهي. اهي. غرزة الحشو المعكوسة. غرزة حشو عادية جدا. بس بعملها. بدل ما بشتغلها من يمين لشمال. بشتغلها من الشمال لليمين. كمام. او بجد بقى مكان هنا. للغرز اللي هي الجانبية. اعمل كده. اخش هنا باي جانب عندي. اعمل نفس الغرزة. من هنا لحنا بس اضل لغرزة واحدة. تمام? تمام? اهي. طول دي. هي دي. اعمل. بورزة المتنسلة. الترمين بتاعتي واسحب. هاقي هنا. هنضغ الشو. هاي بدي. اسحبها. دور. ودخسرها بردو بين الغرز وبعضها. تمام? اهي. وكده نبدأ بقى نركب. هاعمل. هاتني السليبر بتاعي كده مصين. تمام? هاجي هنا. عند النص. نص الشغل. لما كنت بشتغل انا نص حشو ونص ورزة نص عمود. هاجي تمام? تمام? تانية نصين هدخل في الغرزة اللي في النص. الغرزة اللي في النص. طبعا على العدلة. وهاجي هنا برضو هخش في الغرزة اللي في النص. انا كده نصصت الشغل بتاعي. افتح. وابدأ ازبط كده. تمام? هاجيب الخيط بتاعي. هدخل. هاعمل غرزة حشو. وهاخد الخيط معي في الشغل. عشان اشتغل عليه. وابدأ اعمل سطر من الحشو. الداير ما يدور. هادي في كل غرزة. ااخد اي الغرزة المقابلة ليها. الغرزة المقابلة ليها. واعمل حشو. اخش في اللي بعدي. هاجي اعمل كده. واخش. هنا هبدأ يعني انشئ غرز في اي مكان عندي هنا كده. في الاطراف. اخش. واخش في الغرزة اللي قصدها. واطلع اعمل حشو. لان انا هاقفل السطر كامل بغرز الحشو. هاقفل الشغل كله بغرز حشو. اخش. في اي جانب عندي. الغرزة الجانبية دي. الحرف بتاعها. واعمل غرزة حشو. نكمل. هل هزا النهجة كده عشان اركب الوش في. في السليبر بتاعي. هنمشي كده عادي. لحد ما وصل لعرامة النص اللي انا عملاها بالمارك بتاعي. يعني. لازم الجنبين يا جماعة يبقوا متساويين في طول. ما ينفعش الجنب. اطول من جنب. السليبر هيبقى ملوح ووش ومش مزبوط. وصلنا للمارك الناحية التانية. نشيل المارك. ونبدأ نوصل من اللا بيض هنا. برضو بنوجد اي مكان الغرز. وبندخل نعمل الحشوة بتاعنا. بالطريقة دي هكمل لحد ما وصل للمارك الناحية التانية. للاخر. اهو. اللسوت ده مش شابك في اي حاجة. نكمل باية السطر لما نوصل الاخر نرجع لكم. بس انا امو عمد. وصلت لنهاية السطر. ساقفل في اول غرزة بدأت بها. نعمل غرزة الامان بتاعتي. وابدأ ادخل الخير في الغرز. بشكل. بين الغرز كده بدأخل الخطة بتاعتي. نعمل غرزة بدأت بها. كده فاضل نجيب الخيط الاسمر. ونعمل القطعة اللي هنحطها في الجزء ده. نعمل غرزة بدأت بها. نعمل غرزة بدأت بها. حوالية 10 11 11 11 14 14 14 سلسلة اللي هما اللي 14 سطر اللي هنا. اللي هما 14 غرزة هنا. نفس العرض ده. 14 هحط اتنين ارتفاع. عشان هاش تغل نص عمود. وارزت نصاموت اشتغل نصاموت سمين وارزت نصاموت ابران ارباطاشر وارزت نصاموت ارباطاشر وارزت نصاموت وارزت نصاموت ارباطاشر وارزت نصاموت تمام اعمل غرزتين ارتفاع واكمل سطر ثاني نصف عمود لانان هاعمل القطعة عبارة عن ثلاث تسطر من الغرزة نصف عمود ثلاث تسطر ثلاث تسطر من الغرزة نصف عمود ثلاث تسطر من الغرزة 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 ثلاث تسطر Berوز ثالث سطر الغرزة من نص عمود بعرض الوش 14 غرزة آخر غرزتين هنا غرزة الأمام فهي عليك الشغل بتاع الضهر وادكك الخيط بتاعه بنا ورز بنا نحن تنية أدخل أدخل هذه القطعة هاجي هنا هذه العدلة و هذه القطعة اضعها على حرف اشعر لدي دي ببیس اجهنا 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 نحط ثانية ثانية هبدأ انسابتها كده هجيب ابرى وخطلة ابرى وخطة عادي من خطة الخياطة أبدأ أخيط أخش من تحت هنا لكي تربط الخيط أبدأ أخيط الشور أخذته من بين الغرز بين الغرز أبدأ أخيط أخذت سأغير وأبدأ أخذ الأول كذلك أبدأ أخذ 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 تنين مكامل شكرا 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 مجرد من صورة مجرد من صورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا هنا ركبنا في الفردة الاولانية الجلد بتاعنا بالطريقة دي عشان يبقى زي ما انتم شايفينه بالشكل ده وده الفردة التانية هنركب لها الجلد عشان تبقى زي اختها الجلد بنبقى قصينه بالمقاس اللي احنا شغالين عليه اللي هو مقاس تلاتة واربعين بنبقى مخرمين وزي ما اتفقنا بالخرامة بتاعتنا دي كده ببقى مخرمة بالطريقة دي اخرامه متساوي عشان يدي شكل كويس هاجي هنا عشان اركبه ناحية الجلد هي ناحية القاع وناحية التانية للارض هبدأ اضبط دي على دي بواسطا وهدخل في حرف الغرزة انا هنا كنت اشغالة او سطر في حرف الغرزة انا هنا هيخيط في حرف الغرزة التانية اشتغل في حرف الغرزة التانية اشبك الغرزة بتاعي من الجناب ومن فوق ومن تحت كده تمام هجيب قبرة التنضيف بتاعتي والخيط الاسود بتاعي تمام هقيس الدوران كده خط الخيطة على دي كده وقسها كده اهي هاخدها بطول مريتين وزيادة تانية وزيادة تانية مش كبير علي اضغط وخيط بتاعي وابدأ من تحت هبدأ اشبك من تحت. هخش في الخرم اللي انا عملها دي وبحرف في الحرف بتاع الغرزة. الخرم اللي انا عملاها هو حرف الغرزة. بسحب. اربط. اول غرزة بربطها. عشان ابدأ اشتغل عليها. بسيب طبعا اول مارك انا خلاص. ثبت مكانه. والفتلة دي بدخلها من بين الخيط بين النعل وبين الجلد. وابدأ اخش كخياطة والفتلة. اهو. هتمنى انها تكون واضحة. هنا. اهو. تمام. وياخد الناعلي كامل. حرف الغرزة زي ما قولنا. شوني بعد كده. كل خرم من الاخرام اللي موجودة في الجلد مقابله اي غرزة باتكل فيها العرزة اللي تقابله على طول. طبعا لو ما عنديش الجلد ده اقدر اجيب النعل اللي هو الفرش اللي بنحطه جوه الشوزة. واخرامه برضو. واشتغل عليه. المتوفر عندي. او اللي يريحني. لا تغلالة. اكد وانيا. لا تغلال تغلال. وكده نبقى عمل نست في بورف رجالي فنال اتمنى ان يكون ساعة وان يكون الشرح كان واضح طبعا زي ما قلنا بتختاري الخط اللي يناسبك الخط اللي يعجبك خم ميت جرام خيط شلة واحدة مش تحتاجي اكتر من كده ممكن تستخدمي بها الخط زي ما انا ما عملت دا لو متوفر عندك تقدر تستخدمي لونين حولون واحد سادة باحتك كله على بعضه سهل وبسيط بالغرز البسيطة اللي تعلمناها مع بعض واخلي بالي ان الشغل بتاعي يبقى على عدد زوجية عدد زوجي عشان اقدر وانا بقسم الشغل ما يبقاش عندي جنب غير التاني والخيط يكون متوسط السمكة او سميك افضل بكتير من الخيط الرفاية السغيبر دا ما بيبقاش جميل في خيط الرفاية بيبقى مخرق ومش حال اسه المحل تروح من خرق متوسط السمكة مثلاه اسي طوح ميك اومتوسط سمكة ديلو شك وراعوني اسي ديمة تينة اشتركوا في القناة اخر غرزة برجع ادخل في اول غرزة انا دخلت فيها مرة تانية تمام? هخش بين الغرز كده واقلب شغلي كده وهيجي هنا في وسط الغرز واربط وابدأ اخش بالخيط بين الغرز وبعضيها اشتركوا في القناة 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 وغرز وتفصيلته سهلة وبسيطة واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله سلام